اشتركوا في القناة بعد خمسين دقيقة من الآن عندنا جلسة بس مباشرة أيضا خاصة في الفوركس اللي بحب أيضا يتابعها يتفضل ويتابع معنا نحب ننبه طبعا أولا بأنه جميع محاضراتنا وجميع الجلسات البس مباشرة هي في رعاية سفيسكوت بنك البنك الرائد في تداول فوركس وعقود الفروقات نتمنى لكم أكيد بداية أسبوع سعيدة ومربحة إن شاء الله وبالتوفيق للجميع نرجع منذكر طبعا بأنه نحن عم نحلل على الفريم اليومي بالنسبة للأسهم وتقريبا التحليل مش كل يوم بالنسبة للأسهم هو تقريبا كل يومين أو كل تلت أيام من نزل تحليل خاص في سوق معين يعني أسباق سعودية مثلا منحللها كل يومين أو تلت أيام تقريبا ومننبه أيضا طبعا بأنه الأسهم مش مثل الفوركس الأسهم هي عبارة عن استثمارات أفضل من أنها تكون عمليات مضاربة لأنه غالبا الأسهم بتلحق الاتجاهات وبتبقى بشكل طويل جدا في الاتجاه يعني بغض النظر عن عن حركة الحركة اليومية لكن مدامك مع الاتجاه العام فأنت بشكل آمن نبدأ طبعا بدار الأركاب بتطوير العقاري طبعا نبهنا بأنه السهم ليس للشراء بعد ننتظر اختراق الترند الهابط اللي موجود بالشكل هذا احتمال جدا يعيد التلتعاش لكن ما زالوا في الهبوط في الشكل الهابط لا أنصح بالشراء مبدئيا عليه حتى أما أنه يخترق الترند اللي موجود بالشكل هنا الخط الأسود هذا الخط الاتجاه أما أنه يخترقه إلى الأعلى أو أنه ينزل لأي منطقة من مناطق الطلب يعني دائما شراء الأسهم بيكون أما أنك تاخد مع كسر اتجاه أو تغيير اتجاه أو لما يوصل السهم مثلا لترند أو لخط اتجاه معين أو لما يوصل السهم لمنطقة طلب بغض النظر عن الاتجاه يعني مو شرط أحيانا دائما نمشي مع الاتجاه لا أحيانا ممكن ندخل عكس الاتجاه لو كان في منطقة طلب معين يعني لما نكون نعرف أنه مثلا السهم هذا بينطلب عند السعر مثلا 9 فلازم نشتريه عند السعر 9 لما نعرف أن السهم ينطلب عند السعر 7 نشتريه عند السعر 7 بغض النظر عن الاتجاه لأن الطلب يغير الاتجاه أحيانا فهي بشكل عام لشركة دار الأركان خاصة في تطوير العقاري أنه لم يحن الشراء بعد إما ننتظر تغيير الاتجاه المؤقت أو على الأقل يوصل إحدى مناطق الطلب بالنسبة لسامبا المالية طبعا مجموعة سامبا المالية نصحنا عليها في الشراء من لما كانت 30 وأن أي محاولة للتصحيح فهي عملية شراء وشايفين وصلان السهم حاليا للقمم وصل عند الـ 32.65 مازلنا توقع مزيد من الصعود قد يصل إلى الـ 44 في المدى المتوسط والطويل يعني أي فرصة تصحيح هي عملية شراء يعني لو عمل أي عملية تصحيح مثلا بالشكل اللي شايفينه هنا اللي ما عنده اللي مشاري يعني ينتظر أي عملية تصحيح مثلا لو صحح اللي خلين نقول اللي 30-31 فيقوم بعملية الشراء ويصعد معاه يأتمن في الصعود إذا ننتظر اللي اشترى يعني مش يبدأ يجني أرضاح لكن على الأقل يؤمن صفقاته يعني واللي ما اشترى ينتظر أي عملية تصحيح ولا يدخل من السعر حالي لأنه في قمم احتمال يعيد اختباره وخصوصا على الشكل اليومي يعني فيه مقاومة زي ما ملاحظين هنا عند السعر اللي هو 32.7 لأكتر من تقريبا من اسبوع مش قادر يخترقها فهي الفكرة بشكل عام مصرف الراجحي طبعا نصحنا في الشراء عليه لما كان 85 سعر حاليا 89.4 محقق أرباح وقلنا أي عملية تصحيح فهو للشراء زي ما شايفين كسر ترند يعني حاليا يتاول في خط اتجاه صاعد زي ما شايفين هنا خط اتجاه صاعد مبدئيا أكيد طبعا الاتجاه الهابط اللي شايفينه هنا بدأ في اختراقه على المدى الطويل جدا على مدى خلينا آخر ست سبع سنوات كان عنا هنا اتجاه هابط لكن اخترقه وبدأ بتشكيل اتجاه صاعد زي ما شايفين في الشكل اللي ظاهر قدامكم اذا اي عملية تصحيح فهو للشراء مستهدف ممكن يوصل للمائة وعشرين طبعا مو الغريبة انه المائة وعشرين لانه زي ما ملاحظين كان مائة وعشرين في الفين وثمانية او الفين تقريبا كان في الفين وثمانية وكان باسعار اكتر واكتر فمن الطبيعي بانه ممكن يرجع يبلغ هذا الرقم اللي بيقول انه هذا الرقم صعب لا مصعب خصوصا مع الاتجاه اللي شايفينه اتجاه قوي زي ما شايفين هنا اتجاه هابط نعم لكنه ضعيف زي ما شايفين حاول تماسك عند الرقم 50 تقريبا وبدأ في الصعود سعر حاليا 89.4 نتوقع مزيد ايضا من الصعود اذا اي عملية تصحيح فهو للشراء اذا بالنسبة انه منتظر اي عمل اللي اللي ما اشترى من من ال 85 زي ما نبهنا فاي عملية تصحيح يدخل شراء ويصعد معه التصحيح المقصود في انه لما يصعد مثلا زي ما شايفين هنا اه صعد خلينا نقول لا بلغ التسعين فاصلة تلاتة واربعين رجع بعدين صحة حمل تصحيح ل 88.36 هذا هو التصحيح المسكول بعدين بدأ في الصعود لحتى وصل تسعة وتمانين فاصلة تلاتة اذا تصحيح مش اني اشتري من 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 اعلى سعر حاليا في القمة لا انتظر شوي ريح السعر وبعدين ادخل شراء معه اه هاي كان بالنسبة لمصرف الراجحي بالنسبة لي اه سابك سابك نصحنا في الشراء طبعا الشكل اللي حكينا عنه اللي هو عالم هابط لنموزج ثمراري صاعد النموزج هذا هو عبارة عن يعني لو تحاول تكتبه مثلا في الانترنت فبتشوفه اكيد اكتب نموزج العالم الهابط مثلا نموزج العالم بطلع لك مثلا النمازج بطلع لك نمازج العلام لو تحاول مثلا زي ما شايفين هنا الشكل اللي عامله هنا مثلا العالم هذا هو عالم هابط لنموزج ثمراري صاعد العالم بحج زهته هابط هابط تصحيحيا لاخر عملية صعود اخر عملية صعود كانت عاطية صعود قوي ومن ثم بدأ فيه يعمل عملية تصحيح ومن ثم استمر في الاتجاه الخاص فيه فهذا هو نموزج العالم الصاعد زي ما شايفين هنا نموزج علم صاعد هنا نموزج علم صاعد طبعا الصعود الاديم يعادل الصعود المستقبلي الصعود الاديم يعادل تقريبا الصعود المستقبلي عشان هيك تنبأنا في انه لو اخترق العالم هيكمل صعود نسبة الصعود فينا انقول فينا نقارنة هنا مثلا صعد من مية وتلات عشر لا المية وتلاتين تقريبا فخلينا نقول نسبة الصعود كانت بحدود السبت عشر ولما صحح من من الرقم مية وسبعة وعشرين فمتوقعين انه يوصل ممكن يوصل مية واربع واربعين تقريبا فاذا اي عملية تصحيح ايضا هو للشراء ايضا نصحنا في الشراء من وقت ما كان السعر مية وثلاثة وعشرين السعر حاليا مية وثلاثين اللي متابع معي طبعا هو اللي فيه يتأكد يرجع للفيديوهات السابقة قبل اسبوع ويشوف لما قلنا ندخل شراء من تقريبا من الارقام اللي هي عند المية واربع وعشرين ندخل شراء ونصعد معه هذا النموذج كان متوقع مش بغير ابدا في في اي من في اي من الرسومات الرسومات على حالها وفي كل يوم بنحكي عليها مرة اخرى يعني ان خابت وان اصابت حتبين معانا شو اللي ظاهر او شو التحديث اللي صار في ايامنا الحالية اذا هذا النموذج فيكن ترجعوله بالفترة السابقة تشوفوا اكدت على الشراء ومستمرين في الشراء طبعا ما كل الاسهم بتعطيك احيانا بتشوفوا بتلاحظوا احيانا منقول مننتظر للتصيح احيانا منقول مندخل مباشر احيانا منقول انه لا يوجد فرصة قبل للشراء فحاولوا تتبعوا هاي الملاحظات وحاولوا انكم تاخدوا نوعا ما تنوعوا في الاسهم تاخدوا من هنا شوي من هنا شوي من هنا شوي بعض الاسهم تصيب بعضها تخيب لكن في النهاية مدام التحليل صحيح فاكيد نسبة الاصابة هتكون اكبر من نسبة يعني عدم الاصابة منيجي على مصرف الانماء مصرف الانماء طبعا انه انه ادامه افضل سعر او اقوى سعر لانه يرتد منه لما كان عند الواحد وعشرين تقريبا فاصل اربعة نبهنا انه عملية تصحيح هي فرصة جيدة للشراء زي ما شايفين هنا بيمشي في القناة اللي اللي بالشكل اللي اللي باللون الاسود هنا بينزل في كل مرة بيرتد من حد السفلي القناة وبيصعد بيرتد من حد العلوي مرة اخرى ارتد من حد السفلي بعدين ارتد من حد العلوي مرة ثالسة او رابعة ارتد من حد السفلي بعدين طلع لحد العلوي كانت فرصة جيدة للشراء من لما نبهنا عليه لما كان السعر واحد وعشرين السعر حاليا 22.3 اذا ايضا محقق ارباح الخروج طبعا مبدئيا هيكون الخروج عن 22.5 تقريبا من هناك ننتظر لانه احتمال جدا يرتد في سقف القناة اللي بالشكل هاد ويعود ويعاود التصحيح مرة اخرى فنحن مبدئيا ننتظر اه اللي مش داخل ينتظر عملية التصحيح لاحقا وبعدين يدخل واللي دخل بناء على توصياتنا طبعا حقق ارباح زي ما شايفين هنا عند السعر حاليا 22.3 وما زال مستمر نتوقع السمراء سعوده عند ال22 تقريبا فاصلة 6 او فاصلة 5 فاذا لو وصل لهذا السعر اللي شاري من تحت يخرج او يعمل عملية جني ارباح وينتظر اي عملية تصحيح حتى يدخل عليه مرة تانية ننتقل لشركة مواسات الخدمات الطبية شركة مواسات الخدمات الطبية طبعا ايضا من السهم اللي نصحنا بشراء من لما كان في سعر تقريبا 92.5 وانا نشتري ونصعد مع الشكل اللي عامله هنا اللي هو شكل المسلس ايضا نفس الشكل تقريبا بيشبه شكل نموزج العالم اللي شفناه طبعا احنا استندنا في عملية الشراع على عدة اسباب اول شغلة الترند الصاعد على المدى المتوسط اللي شايفينه هنا ابتداء من شهر 11.2016 يعني ماشي تقريبا من اكتر من سنة ونص فيه بعدين بدأ يشكل ترند اخر صاعد زي ما شايفين هنا ابتداء من سنة 2018 وبعدين بدأ يشكل مسلس في حين اختراقه الحين زي ما ملاحظين تقريبا ما سبت بشكل جيد اعلى المسلس اللي موجود هنا ما زال يعطينا فرص شرائية فالشراء اما هيكون معاودة الشراء يعني اللي ما اشترى من تحت معاودة الشراء هيكون تقريبا عند السعر 92.7 او لو ما حقق الرقم هذا وبدأ في الصعود مباشرة وعاد اختراق الرقم اللي شايفينه هنا عند الـ 96.7 فنبلش شراء حتى لو كان السعر بالأعلى حتى لو كان السعر بالأعلى منبلش شراء لانه ايضا هذا من نمازج من نمازج نفسها المعروب زي ما شايفين تقريبا نفس النموذج الرائع اللي موجود هنا نفس النموذج الرائع اللي موجود هنا في الشكل اللي موجود هنا فالمسلس اللي موجود هنا عندي في الاختراق دائماً مسلسات في حالة الاختراق منشتري وفي حالة الكسر منقوم بالبيع فنحن ننتظر في عملية الاختراق أو شراءه من حد السفلي للمسلس الماثل أمامكم بالنسبة للمؤشر العام الخاص في المؤشر العام السعودي طبعاً قلنا أنه أي عملية السبات زي ما شايفين في عندي عملية السبات قوية أعلى المقاومة أو أعلى الرقم اللي موجود حالياً واللي ما قدر يخترقه في آخر مرة زي ما شايفين أيضاً عملت تقريباً زي شكل مسلس بدأ في عملية الاختراق واستند زي ما ملاحظين استند له في آخر يوم يعني استند في آخر يوم هنا عند الـ 8,445 واللي هي كانت مقاومة وتحولت إلى دعم إذن الـ 8,445 حتدعم السعر وأنه أي عملية إغلاق أعلى الرقم اللي موجود هنا نقوم بالشراء بعد أي عملية تصحيح فاللي اشترى طبعاً من 8,450 السعر حالياً 8,495 أو 87 يستمر في عملية الشراء لأنه توقع مزيد من الصعود واللي مش داخل يدخل ويكون استبه أسهل 8,440 تقريباً ويستمر في الصعود مع نتوقع مزيد من الصعود قد يصل 9,000 في الفترة تقريباً يعني لو حسبنا الشكل اللي ماشي هنا يعني ممكن أنه يوصلها في شهر تقريباً لو مشي في الاتجاه الصحيح طبعاً لو مشي معنا في الاتجاه اللي نحكي عنه ممكن يوصلها تقريباً في خلال شهر إلى شهرين في الكثير أما الرقم اللي عم نحكي عنه 9,600 فأكيد نتوقع طبعاً مزيد من الوقت لحتى يوصلوا على المدى المتوسط اللي هو ممكن يمتد تقريباً لأربع أشهر أو خمس أشهر أو حتى ست أشهر لكن ما بدأنا نتوقع الشكل اللي عاملنا هنا نتوقع إن شاء الله مزيد من الصعود في مؤشر العام السعودي بالنسبة لزين السعودية زين السعودية زي ما شايفين في كل مرة كنا منقول الشراء من الترند اللي موجود هنا السعر ما زال تقريباً في أسعار الشراء طبعاً لم يحقق الكثير زي ما شايفين الصعود اللي كان صعود ضعيف إلى الآن عبيتداول بشكل عرضي منذ تقريباً زي ما شايفين خلينا نقول من أكتر من عشر أيام عبيتداول بشكل ضيق جداً طبعاً التضييق هذا بيجي أحياناً لما يقرب من مناطق دعم قوية فهو منتظر عملية كسر أو عملية ارتداد النسبة إنه ما زلنا يعني أكيد بنأكد في شراءه عند السعر 6.2 تقريباً أو عند السعر 6.14 اللي ما شترى طبعاً من لما حددنا هنا سعر الشراء اللي كان عند تقريباً 6.1 فقالنا هو سعر جيد للشراء اللي ما شترى فبيقدر يشتري مع أي عملية تصحيح نتوقع مزيد من الصعود ممكن يوصل فترة أيضاً قصيرة إلى 7.77 فهو للشراء مع أي عملية تصحيح أو أي عملية اختراق منتظره بالنسبة للمتحدة الشركة المتحدة تأمين التعاوني طبعاً ما زلنا ننتظر تأكيد اختراق الترند ما زال ليس للشراء لحتى يخترق الترند هنا ويثبت أعلى عند الـ 14.3 منتظرين الاختراق لنقوم بعملية الشراء فهو ليس للشراء حالياً بالنسبة للبنك الأهلي التجاري البنك الأهلي التجاري طبعاً نصحنا في شراءه من عند لما كان السعر تقريباً 46.6 46.7 السعر نوعاً ما يعني لم يتحرك بشكل كبير ما زلنا يعني نرجح صعوده من الأسعار الحالية فهو أيضاً للشراء من الأسعار ممكن الحالية نستهدف تقريباً عند الـ 56 في الفترة القصيرة ونستهدف 67.5 في الفترة المتوسطة بالنسبة لشركة التصنيع الوطنية طبعاً قلنا أي عملية تصحيح بعد اختراق الرقم اللي شايفينه هنا من عند الـ 22 نقوم بعملية الشراء السعر الحالي 23 نتوقع ما زيد من الصعود ممكن يصل إلى 28 فالسهم للشراء أيضاً نتمنى لكم توفيق طبعاً بالنسبة للمراعي المراعي نبهنا بأنه السهم لم يكن للشراء من لما كان عند تقريباً 58 قلنا ننتظر تصحيحه للرقم تقريباً عند الـ 54.2 السعر الحالي هو 54.9 فالترند اللي موجود عندي هنا هو ترند 2016 زي ما شايفين ترند قوي فمنتظرين طبعاً الشراء من الأسعار ممكن من الأسعار الحالية تبدأ في عملية الشراء لغاية السعر اللي هو عند الـ 54 تقريباً تنهي عمليات الشراء وتنتظر الصعود اللاحق إذا نبدأ في عمليات الشراء الآن لأنه اقترب جداً من الترند ممكن يعمل الصعود قوي زي ما شايفين هنا هبوط قوي اقترب جداً من الترند وبدأ في عملية صعود قوي زي ما شايفين هنا يعني الصعود كان قوي جداً جداً زي ما شايفين يعني ممكن في يوم يومين صعد وحقق أرباح جيدة فنحن هنا نبدأ في عملية الشراء ممكن نوزع عمليات الشراء في السعر 54.6 54.4 54.1 ونتوقف عند الـ 54 ونبدأ في عملية الصعود معه على المدى المتوسط بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية طبعاً زي ما شايفين هنا نحن منتظرين إما أنه يثبت أعلى الخط الموجود هنا أو يبدأ في الهبوط أسفله فنحن زي ما شايفين في استقرار في حركة السعر يعني بالأخص من وقت ما حددنا السعر تقريباً عند الخط الموجود عند الـ 87.7 زي ما شايفين ما عب يثبت ولا يعني السبات ما في أبداً أي سبات أعلى الخط يوم فوقه ويوم تحته يوم فوقه يوم تحته يوم بيبلش فوقه بيرجع بينزل تحته في نهاية اليوم ويوم ببلش في أسفله بيطلع للأعلى في نهاية اليوم وهكذا نحن منتظرين تأكيد اختراق أو تأكيد يعني كسر أو اختراق واضح فبشكل عام يعني فينا نقول يعني فينا نمثل عملية نحن هنا بالمثلث اللي شايفينه قدامكم طبعاً المثلث دايماً العملية بتبلش العمليات بالضيق عليه لغاية الاختراق أو يعني أو الكسر زي ما شايفين هنا بضيق الخناق يعني بشكل عام على السهم بيبدأ بتحرك بشكل جداً يعني بيبدأ بتحرك بشكل جداً زي ما شايفين بطيء هنا ومنتظر أكيد أي عملية اختراق لأنه يتحرك بشكل جداً قوي أو أي عملية كسر لحتى يبدأ يصحح للشكل اللي شايفينه هنا عند سعر 78 إذن الانتظار هو سيد الموقف بالنسبة لشركة اتصالات السعودية بننتقل طبعاً للجزيرة للجزيرة ريت طبعاً أكيد زي ما فكرين أنتم نصحنا في الشراء نصح بكل مرة نكوننا عم ننصح في الشراء بعد الشمعة اللي عملها هنا فأن أي عملية تصحيح هو للشراء اللي اشترا من 14.4 آخر مرة مثل ما حددنا فهو محقق أرباح حالياً 15.72 أيضاً أي عملية تصحيح أو عادة اختبار فهو للشراء مستمرين فيه على الأقل للصعود اللي متوقعينه حيكون تقريباً 18 طبعاً مو شرط أحياناً يصعب فيه الشكل اللي شايفينه قدامكم يعني ممكن يعمل الشكل هيك وبعدين مثلاً يعمل صعود وبعدين مثلاً يرجع يعمل تصحيح وبعدين مثلاً يرجع يعمل صعود لحتى يصعد تقريباً للرقم اللي حددناه لكن نحن أحياناً ما نحط الشكل هذا فقط لنوضح إنه الصعود لوين حيكون لكن مو شرط يصعد في نفس القوة أو نفس الاتجاه اللي شايفينه يعني ممكن يصعد بشكل زكزاك زي ما شايفين هنا مو شرط أبداً يصعد في الشكل السهم يعني أكيد لكن نحن منحدد مقدار الصعود في السهم اللي منحطه هنا هذا هو اللي منعمله لما نحط سهم واحد فيعني الصعود حيوصل لهذا السعود لكن مو شرط إنه يوصل في نفس الزخم وفي نفس قوة الصعود زي ما شايفين إنه يطلع بنفس الشكل اللي عام له السهم لا هو هيطلع لكن ممكن بشكل زكزاك زي ما شايفين طلع هنا وهبط ورجع طلع وحاول نهبوط وهكذا فهي الفكرة بشكل عام عشان هيك بنقول لكم انتظر أي عملية تصحيح ودخل شراء انتظر أي عملية تصحيح زي ما شايفين هنا بيصعد تصعد مثلاً لعند الخمسة عشر فاصل التسعة فأنت مش تدخل عند الخمسة عشر فاصل التسعة لا تنتظر أي عملية تصحيح لاحظ رجع نزع عند الخمسة عشر رجع صعد مرة أخرى وهكذا هاي بالنسبة للأسهم وهذا ما نعنيه بالتصحيح بشكل عام بالنسبة لشركة التصنيع الوطنية حكينا عنه طبعاً سابقاً بالنسبة لي كيان للبترو كيمويات طبعاً نبهنا في الشراء عليه من لما كان السعر طبعاً بعد اختراق الترند الهابط اللي شايفينه نبهنا في الشراء وحالياً محقق أرباح يعني أرباح جيدة جداً من تقريباً من 15.5 إلى حالياً السعر الحالي ولهو 18.33 أو 35 الترند هابط زي ما شايفين تم الاختراق واختراق واضح وصريح وسبات أكتر من يوم فإذا كان عملية شراء جيدة علينا نتوقع استمرار الصعود لغاية يعني حقق الهدف الأول اللي اشترى معانا طبعاً يحقق الهدف الأول وصل لها الدافو الأولى فبإمكان أنه ممكن يتظهر أي عملية تصريح عند السبتاش ويعيد الشراء لا يصعد معاه للهدف اللي بعده عند الـ 21.45 الحمد لله زي ما شايفين أغلب التحليلات أو 90% من التحليلات فعبت صيب والحمد لله ماشيين في شكل صحيح جداً في تحليل الأسهم العربية أعتقد هيك انتهينا تقريباً بالنسبة لأغلب طبعاً أو أشهر الأسهم أو أكثرها تداولاً في السعودية اللي عنده أي سؤال طبعاً بالإمكان أنه إما يترك تعليق أسفل الفيديو اللي عنده انتقاد سلبي، انتقاد إيجابي مهما كان نقدك، مهما كان أسئلتك، مهما كان تقبل جميع الأسئلة بصدر رحب وأكيد في إمكانكم تواصلوا معنا لأي طلب خاص أو أي تحليل سهم خاص أي حدا يرغب في تحليل أي سهم معين فيه يتواصل معنا طبعاً على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة وأكيد إن شاء الله حنحاول نخدمكم بأكثر قدر ممكن هذه بالنسبة كانت اليوم لتحليل الأسهم السعودية نتمنى لكم أكيد التوفيق جميعاً أكيد سنرجع لكم اليوم الثانيين ممكن نرجع لكم يوم الأربعة أو الخميس بالنسبة لأسهم السعودية إننا نحللها تقريباً كل يومين، ليس كل يوم، كل يومين أو ثلاثة نحلل مرة الفرص جيدة جداً، انتظروا دايماً فيه فرص جيدة حاولوا التنويع في الصفقات ما تدخل مثلاً جميع رأس مالك اللي هو فرض خلينا نقول مئة ألف تدخلها كلها على شركة كيان للبترو كيمويات لا، حط عشرة هنا، عشرة هنا، عشرة هنا، عشرة هنا، عشرة هنا، أكيد لأنه بينما الجميع طبعاً بيكون بانتظر عمليات تحرك بسيطة أنت بتكون مرتاح وموزع مخاطرك وما عندك مشكلة يعكس عليك شوي أو يعكس عليك كثير لكن في النهاية بعض الأسهم اللي بتربح زي ما شايفين مثلاً مثل هنا حقق أرباح جيدة فتحها لفجوة وهو في صعود جيد زي ما شايفين هنا ونتوقع أيضاً مزيد من الصعود لاحقاً فهي الفكرة إنه بعض الأسهم بتعوض اللي مثلاً الأسهم الخاصر وأكيد لما أنت تكون حلل مثلاً عشرة أسهم ودخلت على العشرة مثلاً ويعني من المستحيل في إنهم يخطئوا العشرة أكيد اللي حيبلش يمشي معاك وأكتر من النص فهيك بتكون وزعت المخاطرة وأكيد السهم اللي يعني اللي شاري اللي عبيربح معاك بعوض الأسهم الخاصرة نتمنى لكم طبعاً جميعاً يوم سعيد وتداول مربح ونتمنى لكم التوفيق مش عارف إذا في حد عنده أي أسئلة هنا يعني إذا في حد عنده أي استفسار طبعاً الكل بيقول إنه الأخ ماجد بيقول أنا حبيت استفسر عن التداول أخ ماجد في بعد شوي مش عارف إذا أنت مهتم بالضبط في الأسهم أم في الفوريكس بعد تقريباً 35 دقيقة من الآن كل يوم الساعة واحدة ظهراً في توقيت الإمارات الساعة 12 في توقيت السعودية عندنا جلسة خاصة في تحليل الأسهم تعفواً تحليل الأسواق أسواق الفوريكس بشكل عام وأسواق العالمية فأي حد عنده طبعاً اهتمام أو أي حد عنده استفسار أيضاً في إمكانه متابعتنا فعل جرس التنبيه على اليوتيوب وأيضاً طبعاً لا تنسى تعمل اشتراك في القناة عشان دايماً لما نظهر بالبس المباشر أكيد فيك فوراً بيجيك تنبيه بأنه ظهرنا في البس المباشر هيك منكون تقريباً خلاصت شكراً إليك أخ ماجد شكراً جميعي حنشوفكم إن شاء الله بعد 25 دقيقة من الآن أتمنىكم توفيق جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته